موسيقى عزائي طلبة الصف الثالث العلمي مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء نستكمل معكم الفصل الأول المتسعات في الدرس الماضي اتناولنا العوامل المؤثرة في سعة المتسعة وذكرنا بأن هناك ثلاثة عوامل هي أولا المساحة السطحية المتقابلة للألواح الصفائح وسعة المتسعة تزداد بزيادة المساحة السطحية المتقابلة من الصفائح أيضا هناك عامل الثاني وهو المسافة بين الصفيحتين وقلنا بأنه زيادة سعة المتسعة بتقليل المسافة أي أن السعة تتناسب تناسبا عكسيا مع المسافة بين الصفيحتين والعامل الثالث وهو وضع المادة العازلة أو نوع المادة العازلة وقلنا بأن وضع مادة عازلة بدلا عن الهواء أو الفراغ بين الأوحي المتسعة يزيد من سعتها بنسبة ثابت العزل أي ينضرب في ثابت العزل هذه العوامل الثلاثة عندما نصنع متسعة نتحكم فيها جميعا يعني إحنا من نصنع متسعة كيف يمكن أن نزيد من سعة المتسعة وذلك من خلال التحكم في العوامل الثلاثة وهذا إجراء جدا بسيط تصنع الصفائح من شرائح رقيقة واسعة مساحتها سطحية جدا كبيرة ويوضع بينها المادة العازلة بهيئة مجموعة من الشرائط ومن ثم تلف وتعمل على شكل دفافة توضع في منصر الشمع أو توضع في استوانة معدنية وفي هذه الحالة تكون سعة متسعة كبيرة إذن إذا أردنا أن نزيد من سعة متسعة راح نتحكم بالعوامل الثلاثة من خلال جعل الصفائح على شكل شرائح لتساحة كبيرة ووضع المادة العازلة بشكل شرائط ومن ثم تلف وبذلك سنزيد من سعة متسعة بشكل كبير لكي نؤكد العوامل السابقة اللي قلناها إحنا قلنا لدينا العلاقة الرياضية اللي تربط العوامل هي سي تساوي أبسلون نوت في النهاية سمحية الفراغ في A على D هذه العلاقة الرياضية راح نوضحها ونوضفها لحل المثال لحل المثال هنا أنا مثال عندنا ذات صفحتين المتسعة ذات صفحتين مثال 2 صفحة 18 عزيزي الطالب تلاحظ المثال 2 صفحة 18 يقول متسعة ذات صفحتين متوازيتين البعد بين صفحتيها 0.5 سنتيمتر وكل من صفحتيها مربع الشكل طول ظلعه 10 سنتيمتر ويفصل بينهما الفراغ ما مقدار أولا سعة المتسعة ثانيا الشحنة المختزنة في أي من صفحتيها احنا حقيقة لكي نوضح هذا الكلام لاحظ ممكن نرسم متسعة بهذا الشكل لاحظوا متسعة بهذا الشكل عزيزي الطالب همود نكتب عليها هذا البعد هو 10 سنتيمتر ونقدر نبعدهم اللوحين نبعدهم نخلي المسافة واضحة أيضا نوضح المسافة من خلالها هذا اللوح الأول يقولنا علي مربع وهذا اللوح الثاني أيضا هو مربع والمسافة بينهم هي 0.5 سنتيمتر هاي الدي وهنا طول الواحد طول مربع طول ضلع عشرة سنتيمتر هذا عشرة سنتيمتر فهنا احنا وطبعا دي يقول لي يفصل بينها الفراغ كلمة الفراغ يعني أن السماحية هي أبسلون نوت وقيمتها مطينياها الأبسلون نوت تساوي ثمانية عدد صحيح 85% في عشرة والسالب 12 كولوم تربيع على نيوتن متر تربيع هاي المعطيات اللي عندي أنا من أجي سعة متسعة راح أكتب القانون مالتي الأصلي اللي هو هناك C يساوي يا عزيزي الطالب أبسلون نوت عندي الأي ما عندي والD عندي ولكن يجب أن أستخرج الأي والD بالمتر لماذا بالمتر لأن تلاحظون أن وحدات وحدات الأبسلون نوت هي بالوحدات الكبيرة في النظام الـ SI يعني كولوم ونيوتن ومتر ميسر أستخدم مليمتر ولا سنتيمتر مادام عندي متر تربيع لازم أستخدمها فأولا راح أستخرج المساحة أي شه الساوي تساوي عشرة سنتيمتر طبعا في عشرة سنتيمتر شه الساوي تساوي مية سنتيمتر مربع أنا ميسر سنتيمتر مربع أحاول إليه لامة مربع شه أقول أقول ويساوي مية في عشرة مينس أربعة في سالب أربعة صار عندنا متر مربع ويساوي عشرة سالب اثنين لأنه هذا مع هذا متر مربع هذا هي مقدار المساحة أيضا الـ D شه الساوي الـ D هاي الـ A الـ D شه الساوي 0.5 سنتيمتر وتساوي 0.5 سنتيمتر نحاول هش يصير في عشرة والسالب اثنين متر وتساوي خمسة في عشرة والسالب ثلاثة متر إذن هس احنا وصلنا إلى هذه النتائج 0.5 سنتيمتر حاولنا صار على الـ D والـ D كلها ثابتة فقط راح نعوض في القانون الخاص بإيجاد السعة السعة تساوي أبسلون نوت في A على D نعوض شكرا قيمة الأبسلون نوت ثمانية خمسة وثمانين بالمية في عشرة قوة سالب اثناش في المساحة اللي عندي عشرة سالب اثنين طلعناها على الـ D اللي هي خمسة في عشرة والسالب ثلاثة نحصل على سعة المتسعة تساوي 1.7 في عشرة 17.7 في عشرة قوة سالب اثناش تساوي 17.7 في عشرة قوة سالب اثناش طبعا هذا فاراد أو يساوي 17 وسبعة بيكو فاراد هذا بالنسبة المطلب الاول اللي هو شمثل المطلب الاول راد من عندي سعة المتسعة المطلب الثاني جدا بسيط وهو من قانون شحنة كيف نقول له نقول له بانه سي تساوي Q على دلتا V ومن ثم نعم Q تساوي 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 سي في دلتا V ونستخرج الشحنة المختزنة فرق الجهد جد قيمته هنا فرق الجهد مطينية عشرة بولت باستخدام إذا كان فرق الجهد إذا كان فرق الجهد يساوي عشرة وولت هنا أيضا Q عندنا سي مقدارها 17 0.7 راح أكتبها مثل ما بيكو فارد في عشرة فولت شيطلع يطلع لي 177 باعوا بيكو كولوم ما أستخدم هذا ممكن هذا مدام بيكو فارد ويا فولت شيطلع لي يطلع لي بيكو كولوم هذا الملاحظة اللي قلناها في الدروس السابقة هذا مقدار الشحنة المختزنة الحقيقة مثال بسيط ولطيف يحدد العلاقة بين العوامل وأيضا من خلال المسألة الرياضية أيضا عندي مثال آخر يحدد لي العامل الثالث تكلمنا عنه وهو وضع المادة العازلة يعني إحنا العلاقة اللي قلناها سي بوجود العازل سي كي شي ساوي يساوي سي في كي ممكننا يزداد مقدار سعة المتسعة بوجود العازل بمقدار ثابت العزل نسبة ثابت العزل أيضا هاي العلاقة راح نوظفها الآن في هذا المثال اللي هو مثال واحد صفحة 16 شي يقول المثال يقول متسعة ذات صفيحتين متوازيتين سعتها 10 بيكو فارد شحنت بواسطة بطارية فرق الجهد بين قطبيها 12 فإذا فصلت المتسعة عن البطارية ثم أدخل العازل أدخل اللوح من مادة عازلة ثابت عزلها ستة ليملأ ليملأ الحيز ليملأ الحيز بينهما ما مقدار أولا الشحنة المختزنة في أي من الصفيحتين طبعا هذا الحجه قبل وضع العازل نحن قلنا شحنت وثم فصلت عن المصدر سعة المتسعة بوجود العازل وفرق الجهد بين الصفيحتين بوجود العازل راح نجي عزيزي الطالب نكتب المعطيات نكتب المعطيات فالشيء بسيط جدا راح ناخد السعة طبعا هاي السيب وجود الهواء بوجود الفراغ عشرة بيكو فارد شحنت باستخدام فرق الجهد دلتا في يساوي 12 ثم فصلت كلمة فصلت تعني ان كيو تبقى ثابتة تبقى ثابتة يعني كيو قبل وضع العازل كيو بعد وضع العازل هي نفسه لانه المتسعة مفصولة عن المصدر اللي شحيتغير هيتغير دلتا فيه اكيد بعد وضع العازل ومنبطيني ثابت العازل كي يشقد قيمته ستة وهذا قلنا عليها خالي من الوحدات اول شي راد من عندي شحنت المتسعة طبعا شحنت المتسعة قبل وضع العازل منقول لها نفس نفس العملية كيو تساوي سي في دلتا في سي في دلتا في وتساوي يقال السي عدي السي هي عشرة بيكو فارد قلنا في فرق الجهد 12 فولت شنحصل نحصل 120 باعوا نفس الوحدات بيكو ما نغير ما دام هذا فولت وهذا شكوا اجزاء وياه نطيها المن للشحنة بس فرق الجهد قلنا يكون بالفولت فهذا هذا المطلب الاول المطلب الثاني يقول لي سعة المتسعة بوجود العازل احنا قلنا سعة المتسعة تزداد وتصبح سي كي تزداد بنسبة ايش ثابت العزل سي في الهواء في كي اذا راح يطلع لي مقدارها 10 بيكو فاراد في ثابت العزل 6 فتساوي 60 بيكو فاراد هاي سعة المتسعة بوجود العازل بعد وضع العازل المطلب الثالث رايد فرق الجهد بين الصفحتين بوجود العازل هنا الحقيقة عدنا طريقتين للحل طريقتين للحل الطريقة الاولى الطريقة الاولى للحال راح نعتمد على ان المتسعة مفصولة عن المصدر فكيو هي ثابتة سواء بعد وضع العازل او قبل وضع العازل يعني كيو موجودة عندي وعندي سي كي اننا راح اقول من العلاقة دلتا في كي هي ساوي يساوي كيو بعد ما اقول كيو كي لانه نفسها كيو على اليمن على سي بوضع العازل سي كي اذا لاحظوا هنانا في هذا الحال دلتا دلتا في كي تساوي لكيو نفس الشحنة اللي عدي هي مية وعشرين بيكو كولوم على السي الشحنة مية وعشرين على ستين على ستين بيكو فارد بيكو فارد فلاحظوا دلتا في كي راح يساوي مية وعشرين على ستين ويطلع اثنين فولت لاحظوا اثنين فولت لاحظوا بيكو مع بيكو راحات والكون مع الفرد في ساوه يساوي فهذا الملاحظة اللي قلنا عليها اذا اذا لاحظ عزيز الطالب هنا مثل ما قلنا نفس الملاحظة إذا كانت الوحدات مال الكيو و السي بنفس الأجزاء نحصل على فولت الطريقة الثانية الشنية الطريقة الثانية راح نقول الملاحظة المهمة وهي أنه إحنا عزيز الطالب أنا عندي مجموعة عوامل هاي العوامل اللي يتأثر بوضع العازل مثل يش عندي السعة والشحنة وفرق الجهد وكذلك شدة المجال فالذي يزدادوا مع وضع العازل راح نضربه مقدارة في كي يعني بعد وضع العازل مثلا راح شدة المجال نسميها إي كي فإذا كان هناك زيادة في شدة المجال راح نقول إي كي يساوي إي في كي نضربه في كي أما الذي يقل راح نقسمه على كي مثل فرق الجهد هنانا إذا وضعنا عازل وفرق الجهد راح يقل مو قلنا فرق الجهد يقل إن شدة مجال تقل فرح يقل أيضا بنسبة ثابت العزل فنقسم قيمته في الهواء على ثابت العزل فيصبح الدلتا في كي يساوي دلتا في هواء عليما على ثابت العزل كي فهنا قدد فيه هواء عندي عندي دلتا فيه هواء واثنعش اثنعش فولت لاحظوا على ستة ويساوي أيضا اثنين فولت هاي صار طريقة ثانية للحل هذا الطريقة الأولى من قانون القانون المتسعة والطريقة الثانية من تأثير ثابت العزل فإذن طريقتين للحال في هذه الحالة هذا فيما يتعلق في الأمثلة عزيز الطالب الأمثلة الخاصة بسعة المتسعة وكيفية إيجاد سعة المتسعة الآن لدينا موضوع عزيز الطالب الموضوع متعلق بالطاقة المختزنة في المتسعة والحقيقة احنا اتفقنا في لجنة الفيزياء بأنه نقدم هذا الموضوع على موضوع الربط المتسعات على التوازي والتوالي لأنه الموضوع ما يرتبط بالتوازي والتوالي ما لا علاقة فلذلك اقترحنا أنه نقدمه على موضوع بالكتاب هو مذكور بعد ربط التوازي والتوالي فإحنا قدمناه لأنه الموضوع مهم والمتسعة هي فادتها أن تختزن مقدار من الطاقة الكهربائية فراح نأخذ موضوعنا الطاقة المختزنة وبعدين يلا نأخذ موضوع الربط المتسعات إذن موضوعنا وهو الطاقة المختزنة الطاقة الكهربائية المختزنة في المجال الكهربائي المتسعة الطاقة الكهربائية المختزنة في المجال الكهربائي للمتسعة هذا هو موضوعنا اللي راح نتناوله هذا موضوعنا اللي راح نتناوله من خلال الشرح الآن نرجع عزيزي الطالب إلى أول درس تكلمنا عن شحنة متسعة وقلنا أحد النتائج اللي استنبطناها من شحنة متسعة أنه الشحنة المختزنة على كل من الصفيحتين تزداد ويزداد معها جهد اللوح ثم يزداد فرق الجهد فقلنا بأنه Q تتناسب تناسبا طرديا مع دلتا V يعني الآن عزيزي الطالب المتسعة عندما نربط أحد الصفيحتين للقطب الموجب ونربط الصفيحة الثانية للقطب السالب الصفيحة المتصلة بالقطب الموجب راح تنشحن بشحنة موجبة والسالب راح تنشحن بشحنة سالبة شون السبب هذا؟ هو حركة الشحنات من الجهد العالي للجهد الواطئ وعليه فأن كل ما الشحنة تزداد يزداد فرق الجهد كل ما الشحنة يزداد يزداد فرق الجهد قلنا إلى أن يصبح فرق الجهد مساوية لفرق الجهد المصدر عنده إذن يستكمل شحن المتسعة هذه العلاقة اللي تكلمنا عنها واللي هي Q تتناسب مع دلتا V واشتقينا معدى تعريف السعة راح نعبر عن هذا التناسب الطردي من خلال العلاقة التالية شلون هذا راح نرسم لـ Q كدالة المن لـ Q كدالة إلى دلتا V وإحنا نعرف كل تناسب طردي شي يطلع لي يطلع لي علاقة خط مستقيم لاحظوا علاقة خط مستقيم فإذا كان مثلا هذا هو المقدار أكبر فرق جهد ممكن التحمل المتسعة هذا دلتا V هذا دلتا V أكبر فرق جهد في هذه الحالة الطاقة المختزنة تمثل المساحة المحصورة تحت المنحنة هاي هي الطاقة المختزنة شي يسموها الطاقة المختزنة؟ الطاقة المختزنة تنخزن بشكل مجالا كهربائي يسموها B-E يعني potential energy وجواها الكترك يعني شنو معناها؟ الكترك معناها الكترك potential energy الطاقة المختزنة بشكل مجالا كهربائي اللي كترك potential energy يعني كلمة مختزنة معناها كامنة اللي هي potential لاحظوا إذن هنا أنا B-E اللي كترك شي يمثل؟ يمثل مقدار الطاقة وهو الشحنة عفوا هو المساحة المحصورة تحت المنحنة لاحظوا هاي المساحة المساحة مثلثة شونا نطلع مساحة المثلث؟ مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة اللي هي هذه نصف القاعدة هذا في الارتفاع من الارتفاع الارتفاع هو Q هذا يمثل Q لاحظوا هذا يمثل هذا يمثل Q الارتفاع وهذا شي يمثل؟ يمثل نصف دلتا V إذن تصبح ال-B-E اللي كترك تساوي تساوي نصف دلتا V في Q نصف دلتا V في Q لاحظوا هاي هي ال-P-E ال-Electric ال-Electric Potential Energy إذن هنا عدنا عدنا هذا طول الظلع طول الظلع هذا من هنا القاعدة هذا مساحة القاعدة هذا هو كلها دلتا V بس من نطلع المساحة راح نكتبها نصف دلتا V في Q هاي تقدر بيش تقدر؟ تقدر بالجول تقدر الطاقة بالجول هنا طبعا الطالب يقدر يوظف العلاقات السابقة اللي أخذناها عزيزي الطالب العلاقات السابقة اللي خاصة بال-C وال-DLTV وال-Q ويوظفها في هذا القانون يعني الآن أنا ما عندي دلتا V و-Q عندي مثلا عندي Q و-C شا سوي؟ الآن أقول لو أعوض بقيمة أنا راح عوض بقيمة Q نقول لكن Q شي تساوي؟ تساوي C في دلتا V إذا ما شو راح حصل؟ في هذا الحالة راح أضرب ال-Q يقول راح يطع لي ال-BE اللي كترك ب-E اللي كترك تساوي نصف تنزل راح أصير C دلتا V سكوير لاحظوا نصف ضربناهن واحد يقول لا سعد أنا ما دعوض قيمة Q أدعوض قيمة دلتا V أقول له لكن دلتا V تساوي Q على C إذا ما شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي ب-E اللي كترك تساوي نصف Q سكوير على C إذا لاحظوا عزيز الطالب ثلاث علاقات ممكن أن نستخدمها في حل المسالة الرياضية هاي العلاقة الأولى اللي هي العلاقة الأصلية وهاي العلاقة الثانية وهذه هي أيضا العلاقة الثالثة لاحظوا إذا المطال بقدر يستخدم أي من العلاقات الثلاثة حسب المعطيات الموجودة في السؤال وإذا هناك أكثر من طريقة لا هو يلتزم بطريقة واحدة ما يحتاج يطبق أكثر من طريقة يعني بالحل من يجيه في الامتحان تستخدم فقط طريقة واحدة للحل إذن هذه هي العلاقات الثلاثة ممكن أن نستخدمها في حل المسال الرياضية عدنا مثال بسيط وهو مثال ستة في الكتاب المدرسي راح نكتبه صفحة ستة وعشرين مثال ستة صفحة ستة وعشرين ونحله مثال ستة صفحة ستة وعشرين في الكتاب المدرسي ما مقدار الطاقة المختزنة في المجال الكهربائي لمتسعة سعتها نعم اثنين مايكروفارات إذا شحنت بفرق جهد كهربائي خمستالاف بولت وما مقدار القدرة التي نحصل عليها عند تفريغها بزمن قدره قدره عشرة مايكرو سيكون السؤال جدا بسيط كلها طيف أيضا ما مقدار الطاقة المختزنة عدي معطيات رح أجعلها سعة المتسعة شكت سعة المتسعة تساوي اثنين مايكروفارات وفرق الجهد دلتا في يساوي خمستالاف فولت هاي المعطيات اللي عندي الآن طبعا الزمن هذا المطلب الثاني هذا المطلب الأول المطاليب هنا عندنا لأنه ما قايل ما مقدار الطاقة طبعا رح نكتب له إيجاد مقدار الطاقة ما قايل واحد اثنين هنا أنا والمطلب الآخر مطيني زمن تي شي ساوي ساوي عشرة مايكرو سيكون نجي على الأول واحد نقول لي إيجاد مقدار الطاقة المهتزنة طبعا لاحل عزيزي الطالب انت ش عندك من خلال العلاقات ثلاث علاقات فهو مطيك السي والدلتا في شوفوا السي والدلتا في يا علاقة من دني ترهم عليهم ترهم عليهم هاي لأنه هنا هنا عندي لازم أطلع الكيو ما أحتاج أنا أصوي خطوة زايدة فعندي سي ودلتا في باع لو عندي دلتا في وكيو هاي العلاقة لو عندي كيو وسي هاي العلاقة إذن هو هاي ما شو بطيني منطيني سي ودلتا في إذن بهذه علاقة أستخدمها لإيجاد البي إلي كترك إذن هنا نقول بي إلي كترك تساوي نصف سي في دلتا في سكوير أعوض تعويض بسيط نصف في هنا الملاحظة المهمة ماذا نعوض هذا القانون لازم تكون عندي السي بالفاراد وكذلك الكيو الشحنة بالكولام لا يجوز أن نستخدم السي بالمايكرو أو بالبيكو لأنه أنا عندي طاقة بتجول عزيزي الطالب فيجب هنا نتحول فالطالب يخطأ أحيانا لأنه ما يحول فهنا راح أحول لاحظة شو راح أحولها جدا بسيطة عندي اثنين اثنين تنزل جقلنا على المايكرو كلمة مايكرو اشتعني تعني عشرة والسالب ستة في يعني السي بالثنين في عشرة والسالب ستة هاي فاراد صارت في دلتا في قد دلتا في خمسة في عشرة والستلاثة سويت خمستالاف هاي خمسة في عشرة والستلاثة تربيع إذا لاحظوا هاي راح تروح الثين ويامن ويا هاي الثينين بش راح يطلع يطلع خمسة وعشرين في عشرة طبعا هنا عشرة والسالب ستة في 25 في 10 السالب 6 في 10 وست مجب 6 عفوا مجب 6 راح يروح السالب 6 وي مجب 6 فيطلع لي 25 جول طبعا هذي شوفوها اعزائي الطالب هاي طاقة جدا شبيرة ورح نشوفها يستخدموها ايضا في جهاز تحفيز القلب هيش طاقة جدا شبيرة وهائلة نستخدمها في جهاز تحفيز القلب ان شاء الله اللي ايجاد القدرة هنا ايجاد القدرة القدرة التي نحصل عليها من التفريغ لإيجاد القدرة الناتجة عن التفريغ الناتجة عن تفريغ طاقتها بسيط جدا بسيط عزيز الطالب هنا طالب يعني طبعا يجمع بين المفاهيم اللي يخذها سابقا عزيز الطالب هو مو بس يعني الشي اللي يقرأ بالخامس وبالرابع ينسى القدرة تعريفها هي الطاقة على الزمن لازم هذا القانون يستخدمه فهنانا راح نقول القدرة الباور تساوي الطاقة اللي هي البي اي اللي كترك اللي طلعناها على الزمن تي نانا على الزمن تي فاذا لاحظوا القدرة الموجودة عدي جد قيمتها طلعتها خمسة وعشرين جول على الزمن اللي هو عشرة مايكرو لاحظوا المايكرو شا سوي في عشرة السالب ستة سكند هش راح يطلع لي يطلع لي خمسة وعشرين هذا سير عشرة السالب خمسة نرفعها فوق شا سصير السير موجب خمسة اذا يساوي خمسة وعشرين في عشرة وس خمسة جول على سكند هو واط هو واط اذا معناها القدرة الناتجة عن تفريغها هو خمسة وعشرين في عشرة وس خمسة واط ولن ننسى عشرة الطالب انه هذه القدرة يجب ان تكون بيش بالجول ولا تنسى بانه عندما تستخدم قانون القدرة اي واحدة معهم عفوا قانون الطاقة اي واحد من دول القوانين يجب ان تكون السي بالكولوم وكذلك عفوا السي بالفراد والشحنة بالكولوم وهذا مثال بسيط وان شاء الله احنا راح نتناول حل اسلط الفصل هناك امثلة اكثر صعوبة من هذا اعزائي الطالب الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم امن ليني لقاءكم في دروس اخرى وإلى ذلك الهين نستعبعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة